نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية مبادرة مجتمعية مساندة لجهود الحكومة في نشر الزراعة وتعمير الأرض بالنباتات المفيدة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي نتطوع من أجل الشارقة ونزرع اليوم بذورا تؤتي ثمارها ولو بعد حين هكذا هي الصورة في هذه المبادرة التي تحمل عنوان حصاد الشارقة ونظمتها دائرة الخدمات الاجتماعية متمثلة بمركز الشارقة للعمل التطوعي بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتعليمية في الإمارة وذلك للتشجيع أفراد المجتمعي على الزراعة الحمد لله اليوم شارك فريقنا تطوع من أجل الشارقة متمثل بموظفي مركز الشارقة للعمل التطوعي في زيارة المؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص كذلك في نشر التوعية بتحسين البيئة من خلال زراعة بذور القمح في الأمور المخصصة لها هذه مبادرة مجتمعية تحت شعار نتطوع من أجل الشارقة ونحن في المركز دورنا ننواعي الجمهور وكذلك أفراد المجتمع بأهمية الزراعة والتجربة لهم تعتبر كتجربة أولى لهم في زراعة المسطحات الزراعية أهداف عديدة تحملها هذه المبادرة تكمن في نشر قيم التطوع في المجتمع ونشر الوعي البيئي بأهمية زراعة النباتات مثل القمح بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء وتعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي نحن سعيدين بأن تم اختيارنا في هذه المبادرة لتشجيع المبادرة التي تقوم بها حكومة الشارقة في الحث والمثابرة والتشجيع على قضية الزراعة وبالخصوص القمح والثروات الحيوانية والثروات الزراعية التي تجتهد فيها حكومة الشارقة بالقيام بها نحن كجهة حكومية نسعد بهذه المبادرات ونتمنى إن شاء الله أن يوفقنا الله ونرى إن شاء الله هذا الحصاد بعد فترة قريبة ونراه إن شاء الله قد بصورة أخرى بصورة واضحة بإذن الله مشاركة موظفية ما أحد يشارق التراث اليوم كانوا صراحة سوعداء جدا بهذه المشاركة الجهة كانت طالبة مننا عشر موظفين لكن تواجئنا ما شاء الله بالعدد الكبير من الموظفين اللي يحب أن يشارك بهذه المبادرة نشر ثقافة الزراعة يأتي ضمن أولويات حكومتنا الرشيدة لذا وصلت هذه المبادرة لطلبة المدارس أيضا لتحبيب الزراعة إليهم وتعزيز المفاهيم الوطنية حول الأمن الغذائي وتعليم قيم الصبر والمثابرة فغرس بذرة اليوم ينعم بحصادها أجيال الغد هذه المبادرة تعكس أهمية العمل التطوعي في نشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وفئة طلبة المدارس وتعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي لإخبار الدار سعود الكتبي الشارقة